السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة سنقولة سلام ويا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض على منهج الانجليزي عشان الامتحان بتعبقى بكرة بازن الله طبعا الفيديو موجه للناس اللي يعني لسه مش شافتش التسريب لحد دلوقتي والناس اللي مقرر ان هي مش هتشوفه يعني فاحنا دلوقتي هنراجع احنا بنراجع على حاجة احنا ذكرناها عملنا فيها مجهود طول الترم الحاجات دي طبعا مش هتاخدها ان هي هتنفعك في الترم ده بس الانجليزي العربي الفرنساوي الالماني الرياضة في مواد كده انت يعني بتكون تركومية الترم التاني بيعتمد على الترم الاول سنة تانية هتعتمد على سنة اولى وهكذا فانت لازم ان تكون المذاكرة بتاعتك في كل ترم كويسة جدا جدا عشان السنة الجاي او الترم الجاي ما تتعبش تمام فانت لازم تكتهد ولازم ان انت تذاكر تدخل الامتحان اللي هو الدرجة بتاعته ملاش اي قيمة انت الدرجة بتاعته دي بتحدد لك انت ملاش قيمة قدام حد بتحدد لك انت انت مستوىك عامل ايه انما انت لو جبت 100% وانت يعني غاشش او ان انت شايف التسريب فطبعا ملاش لازم لان انت قدام نفسك عارف ان دي اصلا مش درجتك اما لو جبت مثلا 90% بس انت عارف ان دي درجتك خلاص يبقى انا عندي دلوقتي نقص 10% لازم ان انا اشتغل عليه الترم التاني عشان اقدر اقفل ان شاء الله تمام طيب طبعا احنا هنحل دلوقتي بعض الحاجات من الاسئلة اللي هي في النظام الجديد هنحل سؤال الاختيارات دلوقتي مع بعض وبعد كده هنشوف الاسئلة التانية اول سؤال هنا بيقول لي ايه اخويا ايه من وظيفة او فلوس كتير من وظيفة ايه او من وظيفته اللي هي طيار يا ترى طبعا الاجابة هنا هتكون الاجابة بي طيب ليه لان هنا هو حاليا بيشتغل ايه بيشتغل طيار يبقى هنا احنا بنتكلم في زمن زمن المدارع البسيط زمن المدارع البسيط طبعا والمصدر دي ما لهاش اي علاقة هنا ده مش مستقبل وكمان هنا مسلا اا ايرن طبعا ده مفرد فبيتاخد المصدر وبنضيف لي اس ايرنينج طبعا هنا مسلا كان هيبقى مدارع مستمر لو احنا كنا ضيفنا اا مسلا اا از مسلا هيبقى مدارع مستمر فهنا مش معانا برضو فالاجابة هتكون بيه السؤال الثاني في الاختيارات زي ما انا كنت يعني قلت قبل كده ان حالات اف ركز عليها في ايه يعني وانت بتذاكر النهاردة وانت بتراجع حالات اف عندك طبعا في يونت سري و يونت ايت انا مش هايزك تذاكر يونت ايت ومش هايزك تذاكر نص يونت سري في كده مفيش كده تمام انت او يعني مش هتذاكر الايه التركيب بتاعهم في حاجات انت لازم ان هتذاكرها اللي هي البدائل مثلا بتاعت حالات اف انا بتكلم على التركيب نفسه بتاع الحالة انت مش مضطر ان انت تذاكره طبعا اني هوريك دلوقتي هنحلم communism with more لكن بالنسبة للاستخدامات الى انت فعلا انت مش محتاج تعرف استخدامات حالة تانية ولا حالة اف الثالثة خالص كما حالة الصفرية وحالة اف اولى انت محتاجهم انت تستطيع تعابل على سؤال الاختيارات طيب محتاجهم في ايه؟ لان مثلا بانت هايزان المدارع بسيط اللي بعد اف ايه مدارع بسيط طبعا ادي فقل في المصدر اوم همه مدارع بسيط فالمضرع البسيط ده بيتكرر معنا مرتين مرة في الحالة الصفرية في الحالة الثانية بيكون مضرع بسيط برضو ومرة في الحالة الأولى في الحالة هي personas بيكون ويلو المصدر يبقى في الحالتين دي مش معنا و سي مش معنا يطرا فيل ولا و الفيل طبعا الإجابة هتكون فيل لأن دي إيه دي عادة دي عادة إن أنا دايما لما بكون راكب في المركب دايما إيه دايما بشعر بإتعب يبقى هنا من استخدامات الحالة الصفرية بصوا بقى المثال اللي بعد كده اللي احنا هنحله من غير ما نقرأ اصلا الاختيارات هنا F الناحية التانية في ايه ود والفعل في المصدر يبقى دي حالة تانية يبقى الزمن بتاعنا ماضي بسيط ندور على الماضي البسيط قد الماضي البسيط اللي هو هاد شايفين وإحنا مغمضين وانت مغمض الحالة التانية والحالة التالتة وانت مغمض كل اللي عليك ان انت تعمل ايه بص على الناحية المكتملة بص على الناحية المكتملة الناحية المكتملة فيها Wood والفعل في المصدر يبقى دي حالة تانية يبقى النحية التانية ماضي بسيط طيب السؤال الرابع الناحية التانية فيها ايه اتابعا بدقين بF هي المشكلة كلها في حالة F لما ما بيجيبش F هي تبدأ هنا الصعوبة شوية والمذاكرة يعني دي دي الفكرة أما الاسئلة اللي زي دي اسئلة تفهة جدا 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 هنا بيقول لنا ادي هنا U ودي هنا فيه ويل والمصدر ويل والمصدر يبقى حلقة أولى يبقى النحية الثانية مدرع بسيط يو بتاخد الفعل في المصدر يبقى الإجابة هتكون رن الإجابة هتكون دي طيب نكمل مع بعض رقم خمسة هو الهدف بيحصل في إيه؟ الهدف بيسجل الهدف بيسجل يبقى سكورد الإجابة بي طبعا سؤال سهل جدا جدا يعني أعتقد حتى البنات دلوقتي يكونوا عارفين يعني نكمل ونشوف رقم ستة برضو هنا ادي هنا اف ايفلت ولكن هنا الموضوع ما بيسألش على حالات اف يعني بالصورة الطبيعية هو بيسأل على حاجة تانية اف ايفلت طيرد لو أنا شعرت بالتعب اي ود جو تو بد لو أنا شعرت بالتعب هروح للسريل اي يعني هروح هنام امتى اري بادري ولا تو دي ولا النهاردة ولا ليتر بعد كده ولا بيفور طبعا سؤال منطقة وكنا حالناها على فكرة ده من الأسئلة اللي كنا حالناها في النمازج اللي كنا حالناها من الأيام اللي فاتت طبعا إجابها هتكون لو أنا تعبان فأكيد هروح للسرير مبكرا اللي بيدرس السخور والتربة طبعا ده بيكون مين طبعا ده بيكون الجيولوجست اللي هو مين اللي هو العالم بتاع الجيولوجيا عالم الجيولوجيا وعالم الأرض عالم الأرض طيب طبعا ده جرناليست تهلة جدا هو الفلو ده عبارة عن إيه؟ طبعا إنفلونزا إنفلونزا هي إيه؟ هي دي سيز لا تركك في المطاق أو سيكون نقط فلايز أو سيكون إيه؟ يعني ما تسيبش الأكل بتاعك على الطربيزة يا إما إيه؟ الحشرات أو الزباب طبعا إما يعني إيه؟ يجزب إما هيجزب الزباب طبعا هنا إحنا عايزين نقول هم أمسكوا بالحيوان اللي هرب من إيه؟ أو اللي جيري من الحضيقة من حضيقة الحيوان تمام؟ طيب أمسكوا دي اللي هي إيه؟ اللي هي كلمة كابتشر اللي هي دي طبعا معناها يأسر معناها يأسر أو إيه؟ أو يمسك يأسر أو يمسك هو إيه؟ ذا نقط أو ذات نيو بلو كار ذات نيو بلو كار يا ترى بيترون من الراعي للعربية جدا ديت ولا مين المالك طبعا هتكون مين المالك بي ذا هاتل نقط ذا نايل ذا هاتل أوبنز بيفتح النيل لوكس ذا نايل ولا بيبص النيل ولا أوفر لوكس ذا نايل اللي هو بيبص على النيل ولا أوفر تيكس يعني بيحكم النيل أو بيأخذ النيل طبعا الإجابة هتكون سي أوفر لوكس ناس ممكن تطلق باتتخذ لوكس طبعا الإجابة هنا هتكون غلط هو أوفر لوكس نيل أرمسترونج نقط أنزمون إن ناينتين سيكستي ناين يترى ووك ووكس ووك ووك طبعا إن وي سنة في الماضي من تاني أعداد أعداد يقول أعداد يونت وغدنا إن وسنة في الماضي يبقى ماضي بسيط يبقى الإجابة هتكون سي يبقى هنا الإجابة هتكون سي ويل هي نقط أز أجورناليست شارلز ديكنز وزرايتنج ماجازين ستورز ويل خدنا ويل وخدنا إيه الحاجات اللي بتيجي وراها فاكرين طبعا الحاجات دي كانت في يونت تو على ما أعتقد وعرفنا إن ويل بيجي وراها إيه بيجي وراها ماضي مستمر ونحنة التانية برضو ماضي مستمر وإنت برضو شوف الحدثين يا ترى بيقطعوا بعض ولا عادي ده ماشي في طريقه ده ماشي في طريق ويل هي وز ووركينج أثناء ما هو كان بيشتغل طيب بعيدا عن كده أساسا يعني إحنا هنشرحها ولكن هنتكلم في حاجة تالي دلوقتي ويل هي وز ووركينج أثناء ما كان بيشتغل ك كعلى صحفي هو في نفس الوقت كان بيعمل كان بيكتب كصص طيب أصلا اللي اختيارت هنا مفيش ولا واحدة فيها في الماضي غير مين غير الإجابة دي وزي ما انت شايف هنا أصلا كان فيه ماضي فهي طبعا لازم أن تكون برضو دي ماضي طيب رقم 16 طبعا دي حلناها برضو وإحنا في النماذج اللي فاتت هتكون يعني إيه إن هي اتشارخت برضو حلناها بسورد زرار نقط بوست أوفزز in the center of the city زرار ايه ها طبعا several زرار several بوست أوفز في العديد من ايه من مكاتب البريد طبعا برضو دي حاجات على الكلمات ينقط touch that band it's very hot حلناها كتير قوي 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 يعني نفس المثال بالزبط هنا اسأل نفسك يا ترى إن أنا ألمس مثلا الإناءة والحلل اللي هي اللي هي سخنة جدا ترى دي حاجة المفروض أعملها ولا مش المفروض أعملها طبعا مش المفروض أعملها فالإجابة هتكون mustn't يبينها هتكون mustn't طيب علي is very tall علي بيكون طويل جدا هي نقط play basketball هي نقط play basketball تعالوا منشوف مع بعض الاختيارات الاختيارات بتاعت رقم 20 نطلع نطلع should ولا would ولا shouldn't ولا كان هو علي طويل جدا علي طويل جدا إن هو يلعب كرة سلة ده حاجة منطقية ولا مش حاجة منطقية طبعا دي حاجة منطقية يبقى هل نستخدم نفي لا مش معنا النفي يبقى should and do can't مش معنا فهنا هنقول يبقى هنا هنختار should هنا هنختار should مش would لإن هو يجب عليه إن هو يقدر إن هو يلعب اللعبة دي اللي هي لعبة كرة السلة we wouldn't have gone to the طبعا هنا نفس الفكرة حالة f أدي هنا f هي أدي هنا would have والبي بي يبقى حالة ثالثة يبقى وانت مغمض زمن الماضي التام فين الماضي التام أدي هاد والبي بي يبقى الإجابة c وانت مغمض حالة f في الشكل ده اللي هو بيسألك مثلا إيه اللي بعد الفعل إيه اللي بعد الفعل سواء هنا أو هنا وانت مغمض الحالة الوحيدة اللي بتفكر فيها يطرها هي صفرية ولا أولى بس يطرها هي صفرية ولا أولى كمان دي بتفكر فيها إمتى لو سألك على الحاجة اللي النحية التانية من if يعني لو يجاب لك السؤال هنا فأنت هتبقى عارف هي صفرية ولا أولى لأن النحية التانية مثلا لو ماضي بسيط يبقى خلص يبقى الموضوع أنت إيه في الحالة الصفرية أما لو النحية التانية كانت هنا will والمصدر يبقى هنا هتكون حالة أولى هنا نكمل بيقول لنا if we hadn't visited طبعا أدي هنا had visited يبقى would have will be would have will be اللي هي الإجابة التانية الإجابة b طيب نكمل رقم 23 when john first moved to cairo from england he felt like a note of water طبعا لسه حلنا برضه في النمزج اللي فاتت تقريبا في النمزج الخامس أصلا أخير واحد حلنا فهتكون fish it was a note it was a note to hear about the massive earthquake it was a reason كان سبب ولا truth ولا كان حقيقة ولا سعر ولا صدمة طبعا earth quick يعني ايه او massive earth quick كمان يعني زلزال قوي جدا زلزال كبير جدا طبعا فهتكون صدمة الإجابة رقم 24 هتكون صدمة please can you note the door when you leave the building can you ايه برضه لسه حلنا برضه في النمزج اللي فاتت وتكلمنا على الفرق وانه هو هنا بيختبرك في الكلمات اللي شابها بعض زي look هنا ايه طبعا الإجابة هتكون ايه خلي بالك ان فيه حيات كتير من الكلمات اللي شبه بعض اللي اتكررت وانحنا بنحل زي مثلا wonder wonder بالA وبالO خلي بالك برضه في الفرق ما بينهم wonder بالA يتجول اما بالO يتسائل يتسائل او يتعجب بالA يتجول اما بالO يتسائل او يتعجب برضه دي كانت اتكررت معنا في الامتحانات اللي فاتت طبعا look برضه و look اتكررت معنا ايه تاني مش فاكر ايه تاني بس يعني دول ايه دول اللي حضرين في دماغ دوات لانهم اتكرر في الامتحانات اللي فاتت حسن's brother always نقط حسن when he can't find his bin لما ما بيلاقيش الكتاب الالم بتاعه يترى بيعمل ايه fits ولا blames حتى الاختيارات هنا يعني انا شايفني ايه جاهل جدا طبعا اللي جابها هتكون blames يعني ايه بيلوم بيلوم حسن اخوه لما بيلاقيش الالم بتاعه او اخو حسن بيلوم حسن بعد كده السؤال 27 if the toy car doesn't work you should put in a new if هو ايه الحاجة اللي بتكون في العربية عشان تخليها تشتغل طبعا الباتري طبعا الاجابة هتكون b اللي هي باتري تعالوا ما نشوف السؤال اللي بعد كده ترقم 29 my father has never not to go to hospital my father has never طبعا has من الحاجات اللي هي طبعا has زمن المدارع التام المدارع التام بيتكون من ايه الفاعل has او have زائد b ايه ال b بي هنا طبعا ال b هي needed ال b هي needed الاجابة الرابعة تشوف رقم 30 not you enjoyed your time in the museum برضو هنا سؤال سهل جدا 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 وكنا حلناه برضو نفس السؤال بالضبط تقريبا من نفس الكلمات كنا حلناه في النمازج اللي فاتت يا طرح الاجابة هتكون do ولا have ولا did ولا are طبعا الاجابة هتكون have ليه لان نفس ما قولنا على has هي هي ولكن دي صيغة السؤال ان have بيجي ورها ال b نكمل اميرو سيستر اجريد نقاط the medicine although she didn't like it هي وفقت ان هي ايه اجريد يا طرح كلمة اجري بيجي ورها to take اللي هي to والفعل في المصدر ولا الفعل مضاف لي ing طبعا ده grammar unit 5 مهم جدا الاول بقى بما اننا يعني فتحنا السيرة دي احنا محتاجين ان احنا نعرف زي ما قولت الاستخدامات بتاعة الحالة الصفرية والحالة الاولى ازاي بنجاوب على الاسئلة بتاعة حالات اللي احنا قلناها من شوية اعتقد خلاص كده بقت الموضوع سهل جدا وبقى واضح اوي محتاجين ان احنا نبص تاني على الجداول اللي هي كانت موجودة في unit 5 grammar بتاع unit 5 كان سهل جدا جدا كل الفكرة ان انت تحفظ ايه الافعال اللي بيجي وراته المصدر الافعال اللي بيجي وراها الموضوع كان سهل اوي وطبعا اي حاجة انت وقفة معاك تقدر ان انت ترجع للشرح المنهة كله مشروح على القناة وهوارج كمان شوية تقدر ان انت توصله ازاي او بلاش كمان شوية تعالى ونشوف دلوقتي نقدر ان احنا نوصله ازاي زي ما انت شايفين دي القناة بتاعتنا كده هتنزل تلاقي هنا في الصفحة الرئيسية هتلاقي هنا ولا سانوي هتدوس عليها هيوصلك للصفحة اللي هتنشوفها دلوقتي دي الصفحة دي هتلاقي هنا شرح الانجليزي بالكامل 52 فيديو طبعا بالفيديو ده هيكونه 53 ان شاء الله هتدوس على view full play list هتلاقي المنهة كله من unit 1 لحد unit حتى اليونت اللي تلاغت نزلت كمان فتقدر ان انت تشوف كل الانقص تعالوا ما نكمل الامتحان بتاعنا هنا بيقول لنا من رقم 32 طبعا الاول رقم واحد 30 الاول اللي جابها هتكون ايه طبعا agree من الحاجات اللي بتاخد to والمصدر انلاقها في الجدول بتاخد to take رقم 32 have you finished the book that I gave you طبعا برضو نفس الفكرة نفس الجرامر يا ترى finish بيجي وراها ايه طبعا finish بيجي وراها الverb plus ing يبقى reading هما محبوش يزعلوا حد يعني جابوا مرة to والمصدر مرة I expect that أحمد نقط to university next year طيب انا بتوقع احنا خدنا اشكال المستقبل لما كون بتوقع حاجة بيجي معها ايه طبعا التوقع بيجي معاه will والمصدر التوقع بيجي معاه will والمصدر اول حالة من حالات المضاء حالات المستقبل او اشكال المستقبل الاربعة لما بيكون فيه توقع طبعا بيكون او كلمة expect اصلا بيكون معاه will والمصدر يبقى اللي جايه بقى see بعد كده رقم 34 دينا can't see her friends this afternoon she not her mother in the kitchen خدنا برضو طبعا هنا احنا بنتكلم على ايه على نفس الفكرة او نفس الجرامور بتاع اشكال المستقبل هنا قلنا ان لما يكون عندنا can't والفعل في المصدر اللي هي can't see تمام او ان حدث مش هيتم حدث مش هيتم في المستقبل this afternoon اللي هو ايه النهاردة بعد الظهر حاجة لسه هتحصل تمام يبقى بنستخدم مع ايه بنستخدم معاه زمن المضارع المستمر زمن المضارع المستمر اللي هو is helping يبقى الاجابة هتكون be is helping حلنا عليها كتير جدا برضو اثناء ما كنا بنشرح في الزمن ده او في الاشكال بتاعت المستقبل you should try not a lot of water every day طبعا نفس الفكرة grammar unit 5 هتبقى try drinking نكمل علي always not to school buy بس علي always علي معتاد معتاد يبقى الاجابة هنا ايه طبعا سهلة جدا 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 يعني ان الاجابة هتكون a comes لان دي حاجة عادة بتحصل grammar unit 1 مدارة بسيط اعتقد نكتفي بكده وعشان يعني نشوف باقي الاسئلة طبعا في يعني اسئلة كتير جدا 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 زي ما انتوا شايفين وطبعا انا هرفع لكم ال pdf ده طبعا هو جاي من جريدة الجمهورية انا حبيت ان احنا نحل منه يعني هو من جريدة الجمهورية هرفع لكم بالكامل تعالوا منشوف اسئلة تانية دلوقت تعالوا هل تعتقد ان الاتصالات الحديثة تجعل العالم كرية صغيرة هنا سؤال بهل سؤال بهل في زمن المضارع احنا بنسأل في زمن المضارع بايه بحاجتين هنا مين الفاعل هنا كأن في شخص بيكلم شخص قد قدامه فبيقوله هل تعتقد يا فلان ان الاتصالات الحديثة تجعل العالم كرية صغيرة فهنا الفاعل قدامك هيكون يو الفاعل هيكون you طيب ايه تركيبة السؤال في زمن المدارة بنبدأ بdo بعد كده الفاعل اللي هو you بعد كده تعتقد دي اللي هي معناها ايه معناها think يبقى do you think طبعا ايه أنا دي اللي هي that يبقى do you think that كلمة الاتصالات الحديثة معناها ايه modern communications modern communications يعني الاتصالات الحديثة تجعل العالم كارية صغيرة make the world a small village make the world a small village ليه هنا قلنا make مش makes لان هنا قلنا الاتصالات جمع برضو زمن المدارة البسيط عادي جدا الفاعل عندنا هنا طبعا z بيجي وراها z اللي هي أنا دي بيجي وراها ايه بيجي وراها جملة كاملة جملة كاملة عبارة عن فاعل وفاعل الفاعل عندنا modern communications اما الفاعل هيكون make اما الفاعل اللي هو تجعل اللي هو make the world a small village هاولها مرة تانية عشان لو بتكتب ورايا وطبعا انت يعني مش محتاج كده لكن هي كده كده ال pdf هتنزل لك ان شاء الله بس ال pdf في بعض الحاجات يعني نقصة يعني مثلا في الاجابة هتلاقي موجود مثلا communications بس مش موجود الحديثة فاحنا هنزود بقى ايه يعني ما تاخدش الاجابة كده وخلاص من غير ما تفكر في حاجات برضو هتزوده الصغار مفتونون بالاستمتاع او بالاستماع لكصص خيالية بغرض التسليم زي ما قلنا ان الجملة بالعربي بدأ بفاعل بدأ بفاعل مش كصتنا الجملة بالعربي لما نجي نحولها ليه الانجليزي بنبدأ بالفاعل الفاعل هنا من هو الاطفال التي عطا أي صغار للبقى مالهم بقى كلمة مفتونون معناها فوند كلمة مفتونون بي معناها فوند اوف ولكن طبعا كلمة التشلدرن هنا هحنا مفيش فعل خلي بالك ان هنا مفتون دي مش فعل مفتون لكن صفة أخرى hpه من مفتونين تمام فاحنا عايزين هنا فعل ايه الفعل بقى انا لسه ايه لها من شوية بيكونوا مفتونين فالفعل هنا بيكون بيكون ده اللي هو ايه اللي هو verb to be الجمع في المدارع بيكون or خلي بالك من حتة دي كويس جدا ان لما يكون عندك الجملة ما فيهاش فعل انت لازم تفكر ايه الفعل المناسب الجملة بالعربي احيانا ما بيكونش فيها فعل لما تيجي الترجمها للانجليزي لازمن تحط الفعل المناسب الجملة باللغة الانجليزية ماينفعش يكون خالية من الفعل لازم يكون فيها فعل هنا جملة ما فيهاش فعل عشان كده هنخط ايه verb to be اللي هو or يبقى مرة تانية children are فوند of بايه بقى ها طبعا بعد of بيجي ايه بيجي الفعل مضاف لي ing يبقى listening فوند of listening to fictional stories for entertainment يعني ان هما بيسمعوا الكصص الخيالية بغرض الاستمتاع نشوف رقم تلاتة لحماية بيئتنا يقدر بنا ان نتوقف عن قطر الاشجار تمام لحماية طبعا لما بناخد حرف اللام اللي في الاول ده كنا اخدناها في سلسلة الترجمة انه هو بيترجم لto او in order to اللي انت عايزه ممكن تقول to protect او in order to لحماية بيئتنا لحماية بيئتنا دي هتبقى to protect our environment اعتقد سهلة جدا بعد كده هناخد الفصل بعد كده نبدأ الجملة بقى الانجليزية بتاعتنا اللي هي بتبدأ بفاعل وفاعل الفاعل عندنا مين هو مين اللي يقدر عليهم ان هما يتوقف عن قطع الاشجار احنا احنا ده اللي هو ايه اللي هو الضمير we يبقى we should stop cutting down trees قطع الاشجار او كلمة قطع معناها cut down cut down نتوقف دي اللي هي ايه اللي هي stop تمام طبعا يقدر بنا او يقدر اللي هي should should بيجي وراها الفعل في المصدر اللي هو stop وstop بيجي وراها اما تو المصدر لو يتوقف لكي او اما verb ing اللي هو يتوقف عن طبعا هنا يتوقف عن يبقى stop الverb plus ing يبقى stop cutting down هولا مرة تانية to protect our environment we should stop cutting down trees نشوف رقم اربعة يجب على الجميع ان يعبروا عن قراءهم بحرية وان يحترموا قراء الاخرين طبعا ده كنافة خالص مش في مصر ده خالص يعني حتى يحترموا قراءهم ما لهم يجب عليهم يجب دي اللي هي ايه should يعبر اللي هي express يبقى انت رقم واحد عشان تحل الترجمة صح لازم تكون عارف المعلومة اللي انا قلتها في اول فيديو خالص في الترجمة في سلسلة الترجمة ان احنا بنحط في الجملة في اللغة الانجليزية فاعل وبعد كده الفاعل وبعد او الزمن يعني زي ما كنت بقول الزمن تشوف الزمن ده هيكون ايه وبعد كده بنشوف بقى ايه الترجمة بتاعتنا لكل كلمة اما طبعا انت تبدأ بسورة مختلفة اللي هو ايه ياجب بيبقى should نبدأ بشد طبعا ايه كده انت هتاخد ايه هتاخد سفر كبير جدا فيبقى everyone should express their opinions اللي هي ايه اراءهم their opinions طبعا كنا شرحنا برضو في سلسلة الترجمة الضمير وازاي بنتعامل معي هنا هي اراء وبعد كده هم فهنا فيه ضمير فهتبقى their opinions ما لها بقى يعبروا عن اراءهم بايه طبعا their opinions freely freely اللي هي ايه هنا حال اللي هي ايه حال او ظرف يبقى freely وكمان and respect the opinions of others ويحترموا اراء الاخرين اخر واحدة هنشوفها مع بعض النهاردة يجب ان يذهب اللصوص للسجن دائما ثمنا لجرائمهم يجب ان يذهب اللصوص مين اللي يذهبوا مين اللي هيروحوا للسجن مين الفاعل ده اول سؤال تسأله نفسك مين الفاعل هنا اللصوص يبقى هنبدأ بمين باللصوص يجب دي اللي هي should should بيجي وراء الفعل في المصدر ايه الفعل عندنا يذهب ايه الفعل عندنا يذهب خلي بالك ان فيه دائما خلي بالك ان فيه دائما برضا فهنا هنقول ايه thieves should يا طرى بقى go always ولا always go طبعا always أو ظروف التكرار بصفة عامة بتيجي قبل الفعل وبعد verb to be بتيجي ركز في الحتة دي بتيجي قبل الفعل انما بعد verb to be يبقى thieves should always go to prison for their crimes سامنا اللي جار ايه المهم دي اللي هي for their crimes هنكتفي بالقدر ده من الترجمة فيه من عربي او من عربي الانجليزي تعالوا ما نشوف الترجمة من انجليزي العربي هنا بيقول لنا did you watch the new film last night هل مش هنترجم واحدة واحدة هنا بيقول لنا did you watch طبعا did تمام ده سؤال بايه ده سؤال بهل امتى بنستخدم did بنستخدم did في زمن الماضي البسيط اش معنا ماضي بسيط عشان هنا في last night يبقى مبدأ ايا كده السؤال بتاعنا بايه سؤال بهل سؤال بهل هل في الماضي مش ايه هل هل في الماضي يبقى فعل فين في الماضي يبقى هل الفعل اللي عندنا which which ده لما نترجمه في العربي يشاهد تمام لكن في الماضي يبقى شاهد يبقى هل شاهد شاهد ايه الفيلم الجديد خلي بالك ان احنا قلنا الصفة هنا الصفة بتصبق الاسم في الانجليزي اما في العربي الاسم بيصبق الصفة يبقى الفيلم الجديد اما هنا بالانجليزي than you الجديد فيلم حتى دي مهمة جدا طبعا مش هنعيد كل حاجة قلناها بقى في سلطة الترجمة اتمنى تكونوا من تبقى معينها وان شاء الله هنكملها يعني الفترة الجاية ليلة امس طبعا ايه اللي هي last night سهلة جدا جدا has she got a car نفس الفكرة نفس الفكرة ولكن الزمن مختلف هنا بنسأل سؤال بايه برضو سؤال بها ليه لاننا بدقين اهوت بهاز بدقين بهاز يبقى هنقول هل طبعا got a car هل ايه هل لديها عربية او هل لديها سيارة هل لديها سيارة نفس الفكرة هنا ونفس الفكرة هنا ونفس الفكرة في اللي بعدها الغاية رقم 6 تعالوا ما نشوف مثلا نشوف بقى جومة العادية رقم 9 رامي عشور دي جملة مهمة علشان فيها طبعا لازم انت تفتكر وانا قلت لك كزا مرة حتى النهاردة ان ما بيترجمش من انجليز العربي مش هنترجمه تمام فهنا هنبدأ ايه هنا هنبدأ جملة عادي بفاعل وفعل او هنا مش فيش فعل بقى فهنبدأ جملة عادي اللي هي جملة اسمية يعني اللي هي بتبدأ بمبتدأ وخبر مثلا فهنا هنبدأ برامي عشور مال ورامي عشور لاعب سكواش مصري شهير لاعب سكواش مصري شهير نير أرمسترونج was the first person to step on the moon الحمد لله مفيش هنا verb to be المستر ما مش هاد يدوشنا اقول لنا ايه ان هو ما بيترجمش والكلام ده طبعا انت غلطان هنا فيه برضو verb to be اللي هو was ولكن مترجم او اللي هو متصرف في زمن الماضي فهنا هنقول ايه كان أرمسترونج او كان نير أرمسترونج اول شخص يطأ بقدميه على القمر كان نير أرمسترونج طبعا استخدمنا كان عشان يبقى في الماضي ان نير أرمسترونج اول واحد ايه اول واحد وضع رجله على القمر او ممكن نقول نير أرمسترونج اول شخص يطأ بقدميه على القمر حتى من غير ايه من غير كان ولكن الافضل طبعا استخدمه ابراهيم thinks the human brain is incredible ابراهيم ابراهيم thinks يعني ايه ابراهيم بيعتقد تمام لكن لما نيجي نترجم بقى هنا عندنا فعل طالما عندنا فعل يبقى بنستخدم جملة فعلية جملة فعلية يبقى هنبدأ بيه يعتقد ابراهيم ما تنساش الحتة دي مهمة جدا 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 يعتقد ابراهيم يعتقد ابراهيم بقى ان العقل الايه ان العقل البشري ماله ماله العقل البشري بيكون رائع لا طبعا لا طبعا كده الاجابة هتكون غلط ليه لان انت هنا ترجمت verb to be verb to be لا يترجم يبقى هنقول يعتقد ابراهيم ان العقل البشري ماله يفوق الخيال مثلا او رائع أو مزهل كل الحاجات اللي أنا ولتقدي تعمل هنكتفي برضو بكده تعالوا ما نشوف الأسئلة بتاعة أكمل عشان ما نطولش الفيديو جدا تقدر أن أنت تشوف وتقدر أن أنت تكمل مذاكرتك تعالوا ما نحل مع بعض بعض الكتعة بتاعة أكمل هنا بيلينا نيل أرمسترونج was the first man نقط walk on the moon نقط walk on the moon طبعا هنا احنا عايزين نستخدم حرف جر حرف جر نيل أرمسترونج was the first man نقط on the moon in 1969 يبقى الإجابة هتكون to هو أول شخص حط رجله أو إيه أو مشي على القمر هي لندد نقط زمون طبعا زمون القمر خدناها كتير جدا خدناها عطاق الثالثة إعدادة وخدناها كتير جدا أن زمون بيجي أبلها حرف الجر on زمون بيجي أبلها حرف الجر on نيل أرمسترونج هو يمكن أرخم حاجة في السؤال ده لما بيكون في حرف جر دي حقيقة يعني لما بيكون في حرف جر بيكون نوعا ما يرخم شوية إنما لما بيكون في كلمات بيبقى فيه أكتر من كلمة تمشي أكتر من كلمة ممكن أنت تستخدمها وتمشي معك نيل أرمسترونج نقط to the moon with buzz aldrin نيل أرمسترونج هنا ايه؟ طبعا ممكن نقول بعض الحاجات زي ايه؟ زي وينت زي وينت نيل أرمسترونج went to the moon with buzz aldrin أو نيل أرمسترونج سافر إلى ايه؟ سافر إلى القمر وهكذا فممكن تقول أكتر من حاجة بمعنى ذهب بمعنى سافر بمعنى مثلا لندد مثلا نيل أرمسترونج بس لندد هنا مش تنفع عشان فيه two هنا لندد مش تنفع لندد to the moon لا it was a نقط achievement طبعا دي مليار حاجة تكتب فيها حاجة كتير جدا عايزين نكتب اي حاجة ان هو ايه انجاز عظيم او انجاز رائع تمام؟ فهنكتب مثلا great achievement مثلا good achievement وهكذا اي حاجة بمعنى ايه ان هو انجاز عظيم او انجاز رائع هلو ما نشوف رقم اتنين mr sami is teaching english نقط my school برضو حرف الجر طبعا my school بيجي قبلها at at my school خدنا قبل كده الفرق ما بين at و in في الاماكن وان at بتيجي قبل الاماكن الصغيرة زي مثلا ال office وزي ال school خدنا الكلام ده في 3 اعدادي اما in بتيجي قبل الاماكن الكبيرة he is not by all students because he is not tolerant طبعا هنا من سياق الكلام هو بيكون ايه لانه هو متسامح طبعا هو بيكون محبوب هو بيكون محبوب he is liked by all students هو بيكون محبوب من كل الطلبة ليه بقى because he is not tolerant tolerant معناها متسامح تمام هنا هتحس ان ما فيش حاجة ينفع ان انت تستخدمها فاستخدم ايه استخدم صيغة مبالغة استخدم صيغة مبالغة زي ايه زي very because he is very tolerant لما يكون عندك فعل verb to be ويكون عندك صفة بعده الحاجة اللي في النص هنا بتكون صفة مبالغة بشكل كبير ولكن عشان احنا هنا الفعل بتاعنا هي فهي بياخد هاز نكتفي بالكتعاتين دول وطبعا عندنا 24 كتعة اسيب لكم ال bdf في هحطه على جوجل درايف واسيبه لكم ان شاء الله انتم تنزلوا براحتكم تعالوا منشوف سؤال تاني زي سؤال l se سؤال l se هنشوف الكتعة اللي عندنا عندنا ستة كتعة تعالوا منشوفهم مع بعض هنا زي ما انتم شايفين اول l se معنا عن التلوث عن التلوث زي ما انتم شايفين وزي ما اتكلمنا كنت نزلت فيديو عن الفرق ما بين l se والبراجراف الفرق ما بين l se والبراجراف والل هو يعني فرق تافهي جدا جدا فيعني اتمنى انتم تشوفوا الفيديو هو فيديو اعتبر خمس داي بس وهيبين لك الفرق ما بينهم زي ما انتم شايفين عندنا عن التلوث ادي براجراف التاني التالت الرابع وهكذا تمام اكتب جمل بسيطة ما تعقدهش عن نفسك اكتب جمل انت هتعرف تكتبها دي كل الفكرة هل هنا في مقدمة انا سعيد جدا ان انا بكتب لكم هذا الخطاب او هذا البراجراف واتمنى ان ينال اعجابكم طبعا ما فيش الكلام ده يا جماعة ما تكتبوش الكلام ده خالص 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 تمام يعني ولو مدرس قال لكم كده فياريت ما تسمعوش كلامه لان فعلا الكلام ده غلط الكلام ده غلط ويعني انت شوف اي براجراف او اي سواء الكلام ده على فكرة على البراجراف او الاسي شوف اي براجراف او اسي مش هتلاقي في كل الكلام ده تمام فزي ما انت شايف ادي فيه براجراف عن التلوز براجراف عن الارهاب براجراف هنا عن life in the future عن حياة في المستقبل جميل ده وفي هنا تاني براجراف عن ايه عن the importance of reading عن اهمية الكراءة طبعا مش شارط تخش تلاقي حاجات من دي انت بس ولا طبعا تحفظهم مش عايزك تعمل كده انا عايزك بس تقرأهم وتشوف الجمه المكتوبة ازاي تحاول تركز على الحاجات الازاي كده شوفوا التنصيق بتاعهم عامل ازاي كل الحاجات دي مهمة جدا وشكل البراجراف او الاسي خلي بالك ان محدش هيقرأ الموضوع كله مستحيل محدش هيقرأ يعني مفيش فضة ان حد يقعد يمسك مثلا الورق بتاع كل الطلبة ويقعد يقرأ الموضوع بتاعتهم كلهم ولكن الشكل بتاعك لو كويس خلاص انت ايه بنسبة كبيرة بتكون ضمانة الدرجة لو الشكل بتاع البراجراف بتاعك او الاسي بتاعك كويس برضو كنت نزلت يعني فيديو عن موضوع الشكل بتاع الاسي او البراجراف فلو انت حاب ان انت تشوفه برضو لو ما كنت شفته قبل كده تقدر ان انت تكتب لي في التعليقات وانا هحطه لك بازن الله تعالوا ما نشوف بعد كده الكتعة هنحل الكتعة واحدة مع بعض هنا بيقول لنا نقرب بس شوية هنا بيقول لنا ايه طبعا العديد من السياح بيفضلوا انهم يزوروا باريس بيكوز اتس ا نقط اتراكشن اتراكشن طبعا ايه معناها عام الجذبة وان هي جذابة كراودد مزدحم مارفلس رائعة متل بتكون معدن بيبوليتد معناها مأهولة بالسكان فهنشوف دلوقتي وهنا يرى مع بعض طبعا هي اللي جابة واضحة يعني برضو بس يعني معلين هنا يرى مع بعض هل تحب ان انت تزور نيويورك والله لو اه قلنا قلي ولو لا قلنا لقا لي ودا سوال جميل لان انت في الحالتين ضمن الدرجة بس طبعا تقول سبب مكنعة يعني تقول اه عشان كزا او لا عشان كزا what do you think توكيو and new york have in common ايه الحاجة المشتركة او ايه العمل المشترك ما بين توكيو وما بين نيويورك تعالوا ما نقرأ كده ونشوف هنعرف نطلع الاجابات بتاعتنا لا نيويورك is the biggest city in the USA طبعا نيويورك هي اكبر مدينة فيه الولايات المتحدة الامريكية it's one of the world's most important business centers من اهم طبعا مدن العالم كل الافلام يعني بتكون هناك اصلا and a busy port وكمان ميناء مهمة او ميناء مزدحمة in it you can visit the statue of liberty ممكن تزور هناك تمثال الحرية which is said to be a symbol of freedom انه طبعا بيعبر عن الحرية في امريكا نيويورك has the most skyscrapers in the world طبعا فيها اكتر نطيحات سحاب طبعا بنشوف الصور بتاعتها عاملة ازاي two of the most famous ones are the empire state building and the charlestar building دي اسماء المباني المشهورة جدا هناك باريس is france capital and its largest city طبعا هنا هنتكلم بقى على باريس وان هي مدينة فرنسية many people think it's the most beautiful city in the world الناس كتير بتعتقد ان هي اجمل مدينة في العالم every year more than two million tourists visit باريس اثنين مليون بني ادم بيزوروا باريس بس طبعا رقم مهول في يعني بلاد بالكامل ما بيزورهاش العدد ده فتخال دي ده يعني مدينة واحدة بيزورها كل ده the most popular place to visit is evil tower طبعا برج ايفل اشهر حاجة هناك a tall metal structure which is the symbol of باريس هو طبعا يعني احنا بنعرف اساسا باريس من ايه من بورجيف tokyo is the capital of japan tokyo عاصمة اليابان it's very overcrowded طبعا مزدحمة جدا جدا it's japan's main business center زي نيويورك كده it has skyscrapers and fast white roads فيها طبعا برضو ناطحات سحاب وفيها طرق سريعة جدا ووسعة they are always failed with traffic مزدحمة مرورية دايما so tokyo has some of the worst pollution in the world فيها يعني مصدر او هي تعتبر من البلاد او المدن اللي فيها تلوث كبير جدا tokyo is the home of japan's emperor which palace stands in a beautiful park in the center of the city الامبراطور الالماني طبعا بيكون موجود برضو في المدينة في توكيو وطبعا بيكون الاصر بتاعه في مثلا حديقة جميلة جدا في المدينة او في وسط المدينة يا ترى ليه الناس بتفضل ان هي تروح لي باريس طبعا الاجابة اعتقد واضحة جدا الاجابة هتكون be marvelous لانها ايه a marvelous attraction طيب ليه يعني هل انت تحب تروح نيويورك ولا ما تحبش تروح طبعا marvelous معناها راقة marvelous معناها راقة بالنسبة بالسؤال التاني ليه تحب نيويورك هل تحب تروح نيويورك ولا ما تحبش اعتقد كلنا نحب نروح نيويورك احنا كلنا نحب نروح اي حتة يعني بعيدا عن مصر yes i would ايوا ايه انا احب طبعا هنا جاوبنا ب yes i would عشان السؤال كان بود طيب ليه بقى ده المهم because it's one of the most or of the world's most important business centers and a busy part اللي هي الاجابة اللي عندنا اصلا في الكتعة من فوق لو طلعنا كده هنلاقي السطر الاولة اللي هي الحتة دي كده it's one of the a of the world's most وهكذا هنكمل سؤال اللي بعد كده بيقول what do you think tokyo and new york have in common ايه العامل المشترك ما بين توكيو وما بين نيويورك لو انت مركز هتلاقينا قولناها ايه هي ان الاتنين فيهم ايه الاتنين فيهم skyscrapers الاتنين فيهم ناطحات سحاب بكده هنكون حلينا يعني نوعا ما على كل سؤال من الاسئلة اللي عندنا ياريت تهتموا بالجزء الخاص بالموضاء ده او ال bdf اللي انا هنزلولكم ده فيه اسئلة كتير جدا وحلو جدا فياريت تشوفوه الجزء اللي انت تلاقي نفسك واقع فيه تقدر ان انت تشوفه بقى نوريتك تقدر تجيب الفيديوهات كلها ازاي هسيب لكم ال bdf في الوصف هسيبه كمان فيه اول تعليق لان فيه ناس ما بتعرفش توصل للوصف مش عارف ليه بصراحة جماعي اني او الوصف بيكون تحت الفيديو مباشرة لو انت فتح من الموبايل هتلاقي تحت اسم الفيديو كده على اليمين بيكون فيه سهم صغير السهم ده بتدوس عليه بينزلك الوصف بتاع الفيديو وما بيكونش ظاهر في الاول ولكن انت بتدوس على السهم بس بيظهر لك الوصف فانا هحطه في الوصف واحطه كمان في اول تعليق عشان يكون متاح لكل الناس ياريت تطمنوني بكرة بعد الامتحان ان شاء الله ياريت تسيبكم من التسريبات امتحن لنفسك زاكر لنفسك سيبك من الدرجات الترمي الاول معلوهوش درجات مش مهم مش هتفرح لما تجيب 100% وانت اساسا عارف ان انت غشاش فيعني سيبك من التسريبات زاكر انت عملت اللي عليك خلاص ادخل بقى الامتحان وشوف مستقعك عامل ايه والله جبت 10 من 100 انت عارفت ان انت عندك تأثير فخلاص انت كده عارفت المشكلة وتقدر ان انت تعليجها الترمي التاني بدل ما تدخل ومستقعك 10% تدخل تجيب 100% بالتسريب فانت مخدوع مش عارف انت مستقعك عاملين اشوفكم على خير ان شاء الله نتقابل في الترمي التاني غالبا هنبدأ يوم 24 ان شاء الله لاني بحب رقم 24 فان شاء الله نبدأ يوم 24 اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة